اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام اصدر المركز الفرنسي للابحاث حول العراق اللي هو مختصر cfri اصدر دراسة او بحث عن واقع العراق واقع الفقر واقع الاموال وينتثب العراق والاشياء المدهشة يعني اللي ذكرها هذا البحث وهذه الدراسة انه في العراق اليوم 36 مليار دير وفي العراق اليوم 16 الف مليون اعيد هذه الارقام لانها مهمة واتمنى ان تبقى في ذاكرة كل العراقيين في العراق اليوم 36 مليار دير يمتلكون اكثر من مليار دولار 36 واحد وفي العراق اليوم 16 الف مليونير يمتلك كل واحد من عندهم اكثر من مليون يعني يمتلك عشر ملايين 20 مليون 100 مليون 50 مليون 700 مليون 800 مليون اقل من مليار حتى ما يكون مليار دير بس هو مليونير طيب السؤال يطرح نفسه من اين لكم هذا يعني من من العراق طول عمره هذا البلد طول عمره الطبقة العامة فيه الطبقة الوسطى نعم بيه فقر من زمان بيه فقر لكن الفقر خارطة الفقر تزداد وتكبر يعني ازدادت وكبرت بعد الافين وثلاثة لم تكن ابدا يعني بهذا الحجم الذي هو عليه الآن طبقة الوسطى هي هي السائدة هي الطبقة المالكة لكل شيء وهذولا مصر عندهم حتى الملايين يمكن كان عندنا كم مليونير يمتلكون من الدنانير او الدولارات ربما ما اعرف يعني ربما يعدون اقل من اصابع اليد الواحدة في العراق كله هؤلاء الذين كانوا هذا ليس دفاعا يعني خلي نتفق على شغل هذا ليس دفاعا لا عن نظام ملكي ولا جمهوري ولا نظام سابق ولا نظام لاحق هذا واقع الحال الآن عندنا 36 مليار دير وعدنا 16 الف مليونير وربما العدد اكورن هذا بكثير يعني جزء مركز الابحاث الفرنسي ما قدر يتوصل الا هذا على هذا الرقم طبع ودوما هو السؤال من اين لكم هذا يعني مين جت مين جتكم كل هذه الاموال من اي عمل العراق ما بيه لعمل ولا بيع نفوط وتجي الاموال ما للنفوط وتروح لهذه الحكومة ووزعون منها رواتب مدل ست ملايين موظف مدل خمس ملايين موظف والباقي يخلوه جيبهم لا لا مشاريع ولا صناعة ولا زراعة ولا كل شيء طيب مين جت هذه الاموال هذا البوق مين جت والتقرير او البحث يشير الى انه العراق منقسم الى طبقتين هو يتحدث التقرير هذا ليس الحديث مني ولا منكم يقول انه في العراق الان طبقتين طبقة الوسطى انتهت ان هو هؤلاء الذين حكموا من عام 2003 لحد الان انا والطبقة الوسطى فبقى الطبقتين في العراق الطبقة الاولى هي الطبقة القليلة الاقلية اللي هي الطبقة الحاكمة اللي هم رؤساء الاحزاب والحزبين والسياسيين والاحزاب والميليشيات ورؤساء الشركات المرتبطة بهذه الاحزاب وهذه الميليشيات ومدرع الشركات والنواب والوزراء الحاليين والسابقين منذ عام 2003 لحد الان وهذا يدفعنا مرة أخرى الحديث عن السابق حتى لا يقولون دفعنا عن نظام سابق ودفعنا أيضا نقول نحن نصف الحال من يأتي ويقول أن الحال السابق هو حال مزري وحال سيء وإحنا ثرنا عليه وما نقبل به وإحنا ضده وجينا حتى نصلح الأحوال نعم طيب من يقول هذا يجب أن يأتي بشيء أحسن أن يفعل الأحسن هناك فساد يجب أن يكون نزيل هناك خراب يجب أن يكون معمر هناك عدم بناء هناك موجود الزراعة هناك البلد ممنيع يسوي منيع كرامة الإنسان ممصانة يسويها مصانة وهكذا هوية البلاد غير معروفة أما أن يضيع كل شيء ويتحدثنا عن أنه وجاء للتغيير أي تغيير الأسوأ هذا غير يدعي للعراق ولا يقبلون به لذلك يثورون لذلك العراقيين غير راضين عن هذا ولذلك صار هذا الانفصال طبقة أقلية هي المالكة لكل شيء وطبقة الغالبية العظوى من الشعب العراقي الطبقة مسعوقة فقيرة يعني تدور على خفزته تكافح تناضل من أجل البقاء أحياء وزراء السابقين والنواب السابقين في قبل 2003 هذا الحديث يشمل ملكيين وجمهوريين حتى لا أحد يقول أي شيء أزقا ما بيهم ما يملك غير بيته اللي حصل عليه بجهده أخذ سلف والداين وبن بيته وغالبيتهم تم الاستيلاء على بيوتهم وأخذ بيوتهم وما حصلوا شيء ومن بقي منهم حي اللي ماتوا بالسجون ماتوا ومن بقي منهم حي وقدر يغادر العراق الآن يعيش عيشة الكفاف في شقق حقيرة في شقق ضيقة البعض منهم تصرف عليهم دول حتى تعيشهم هم عائلهم هل تقبلون بذلك هل يقبل ضميركم سيطرتوا على بيوتهم واخذتوها بالكذب والادعاء ولم يثبت أن واحد من عندهم كان يسرق دينار واحد كانوا نزيهين وأيديهم نظيفة وبيضاء وهذا أكبر شيء أنتم لم تبقوا على شيء حتى بيوتهم اخذتوها وسكنتوا بيها وسجلتوها بالطاق وبأسمعكم هذا ما حصل للتاريخ كله أنت غد نظام نعم لكن مضد إنسانية وضد أشخاص ومع ذلك من يأتي ويقول أنا هذا النظام أنتقده يجب أن يكون أن يأتي بما هو جيد بما هو الأحسن مو أن يودي العراق إلى قعر الهاوية طبعا الدراسة تشير إلى أنه حجم الفقر وخارطة التسعت في العراق وتعمقت والبطالة أيضا يتحدث عن بعض النماذج من المحافظات تحدث مثلا عن الموصل يقول أنه أنه نسبة الذين تحت خط الفقر ذولة تحت خط الفقر ذولة اللي يعني مسحوقين لا يستطيع أن يوفر لقمة عيشة اليومية ما يستطيع هذا اللي تحت خط الفقر في محافظة اثنين ومثلا يقول 34.5% طبعا هي النسبة أكبر يتحدث عن محافظة الذقار نسبة الذين تحت خط الفقر 40.90% يعني حوالي 41% والنسبة أكبر تحدث في ميسان 42.30% وفارزة 30.30% في الديوانية 44.10% في المثنى 52.5% هذه النسب طبعا هي أقل من الحقيقة نسبة على جدا لكن هذه النسب حتى تركنا من الموصل يعني مخوش وعده تركنا منه أمي هكذا يقولون وقال الخزعلي قال نروح نقتل قتلة الحسين في الموصل ما عرف ليش يعني جاب الحسين على رضي الله عنه عن الموصل وبعدين مطنعين التسجيلات يضكون على العالم صوت هذا يقولون هذا يقول الحسين أنه يقتل في صحراء الموصل شلون ما تدري يعني مع الأسف الشديد هذا مو موضوع تركنا من البت لكن ألقى المحافظات التي يقولون أنها حاضنتهم أنه ذول من الشيعة هما جاءوا لنصرة الشيعة والمهومية هل يعقل أنه في ذيقار في الناصرية المركز الناصرية ذيقار أكثر من 41% من العراقين تحت خط الفقر لا يستطيعون أن يجدوا لقمة عيشهم والباقين كلهم فقراء طبعا في ميسان أكثر من 43% هكذا تحدث التقارير وهي أقل من واقع وبالديوانية 45% من الناس في الديوانية تحت خط الفقر وبالمثنى أكثر من 53% تحت خط الفقر هذا انتقام واضح من العراقيين هذا سرقت أموالهم سرقت حياتهم سرقت حتى أحلامهم ويتحدثون عن بناء وجئنة من أجل المظلوم أي مظلوم ما الذي تغير في العراق منذ 20 سنة لحد الآن هذا الوصل إلى العراق وصلت العراقين إلى هذا المستوى إلى هذا المستوى البطالة الآن أكثر من 15 مليون عراقي بلا عمل والباقين تعطوهم رواتب حتى تجبروهم يرتبطهم بالحكومة وتهددوهم إذا ما خرجوا عليكم نمنع عنكم الرواتب حتى ليثوروا ضدكم وحصلت في ثورة تشرين هدرت الموظفين كلهم لا يذهبون إلى ساحات التظاهر ولا يدعمون المتظاهر ولا يدعمون الثوار في ثورة تشرين عام 2017 وهدتهم برواتبهم وانقطعوا عنهم خافوا ما الأسف الشديد هذا واقع العراق الذي يتحدثون عنه أنه جئنا من أجل المظلومية وأمريكا تتحدث عن الديمقراطية والحرية والشيء الجديد والعراق الجديد والسفير البريطاني ما عرف يسوينا والسفير الأمريكية تفتر معيب والله معيب مع الأسف الشديد أن يكون هذا العراق بهذا المستوى وأهله بهذا المستوى أن تتعاملوا مع هذا مع هذا الشعب الطيب الرائع المبدع بهذه الطريقة المعيبة مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة النفراء وذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة